اشتركوا في القناة قال حط غراب يقولنا هذا من النصوص المذكرة قال حط غراب فوق غصن شجرة وجبنة في فمه مدورة أبصرها الثعلب من بعيد شمها شمها الثعلب من بعيد ثم رأها كهلال العيد فجاء يزي المدح للغراب كأنه من جملة الأصحاب يقول يا غراب يا ابن سهري وجهك هذا أمضياء البدري لله ما أحلاك حين تنجلي صوتك أحلى من صفير البلبل هأنا أريدك أن تغني لعل الله يزيل الحزن عني قال فصدق الغراب قول الثعلب وحرك المنقار فعل المعجب وقال يا ليل بكل أزمه فسقطت جبنته من فمه قال قبضها الثعلب قبض الروح وقال في بطني حلالا روح ثم رنال الطائر الغبي وقال قول الحاذق الذكي خذها نصيحة يا سيد الغرباني واحفظها للآتي من الأزمان من يقبل المديح من أعدائه يعيش حزينا أو يمت بدائه فتؤخذ العبرة العبرة والعظة من المعنى الذي يراد أن يوصل به إلى الدلالة ولعل كل ما أوجد من ذكر للحيوان في القرآن إنما كان للعبرة للعبرة والاتعاب وقد استعملت هذه العبر كثيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر